موسيقى رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجموعة طبية حيث ترأس أمس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المجموعة الطبية وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية تلقي اللقاح ضد الفيروس كورونا في تقليل فرص الإصابة وتجنب الأعراض الشديدة لهذا الوباء لافتا إلى أن الدولة توفر الكميات المطلوبة من مختلف أنواع اللقاحات كما تتوسع أيضا في إنتاجها محليا مشددا على المواطنين ضرورة الحرص على تلقي اللقاح والتمسك بالإجراءات الاحترازية بما يحافظ على صحة الفرد وسلامة المجتمع وفي هذا السياق أيضا شدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها ارتداء الكمامات المعتمدة وتطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين مع التجديد على منع غير المطاعمين أو المتطاعمين باللقاحات للمنشآت الحكومية وعدم الحصول على الخدمات الحكومية إلا بعد الحصول على التطيم نأتي للخبر الثاني في هذه الجولة الصحفية حيث افتتحت الفنانة دكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فعليات الدورة الثانية والثلاثين من صالون الشباب وتحمل شعار الحلم أرض الواقع ينظمها قطاع الفنون التشكيلي برئاسة الدكتور خالد سرور وذلك بقصر الفنون بساحة الأوبرا وذلك بحضور أيضا دكتورة عماد أبو زيد رئيس لجنة التحكيم ودكتورة الصفية القباني نقيب التشكيليين ونخبة من الفنانين والنقاد والمهتمين وأيضا أشهدت عبدالدايم بالأعمال المختارة والتي تعكس بالفعل التقاط الإبداعية للشباب وأيضا تضم أعمالا من مدارس وتجاهات فنية متعددة وقالت أن الصالون منذ ميلاده بعد حاضنة فنية مميزة تتيح الفرصة للوعيدين في هذا المجال للتعبير عن أنفسهم نأتي بحضراتكم للخبر الثالث حيث أطلقت وزارة الزراع والسطح الأراضي للإزدار الرابع بعنوان أرقام أزرع والذي يتم خلاله استعراض أهم الأرقام في القطاع الزراعي وجاء العدد الأول من هذا الإصدار الجديد ليبرز أهم الأرقام الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية والتي شهدت طفرة في العام 2021 حيث كانت أبرز هذه الأرقام 5.6 مليون طن وهو إجمالي الصادرات الزراعية المصرية والتي بلغت لأول مرة في عام 2021 حوالي 5.6 مليون طن جاء هذا الرقم الثاني 3 مليار والذي بالفعل يشير إلى أعلى قيمة حققتها الصادرات الزراعية المصرية في تاريخها بأكثر من 3 مليار دولار مشاهدين انتهت هذه الجولة سريعا لأهم هذه الأخبار وأكيد كل يوم في تقدم وكل يوم في أحداث وكل يوم في حدث بالفعل نتحدث عنه لتنمية هذا الوطن بنأتي لهذه الأخبار وهذه الفقرات لهذا اليوم الحقيقة لما بنتكلم عن هذا المؤتمر مؤتمر الشباب نقش الكثير من القضايا ونقش أيضا الكثير من الملفات نذكر منها مستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائي والسلم والأمن العالمي وإعادة إعمار مناطق أيضا بعد الصراع وهذا ما يهم هذه القضايا بالتحديد وإعلاء القيمة الإنسانية من خلال منقشة صناعة الإبداع والفن عالم آمن وشامل للمرأة هذه بعض هذه القضايا وإن شاء الله يكون لنا رؤية وإطلالة صحفية من قبل الكاتب الصحفي أيمن عامر وهو وكيل الشؤون العربية والأفريقية بنقابة الصحفيين هيكلمنا عن أبعاد خاصة جدا وهي عن دور مصر في فضة النزاعات دور مصر في هذه الريادة الأفريقية وخاصة في هذه المرحلة وفي هذه الفترة الأخيرة نجد الكثير من الحلول تضحى مصر أمام هذه المدن وهذه الدول الأفريقية للمزيد أو الإحساس العالم والإحساس العالم المزيد من الاستقرار والأمن أيضا لدينا فقرة أخرى نتحدث فيها عن مجموعة من هذه الأحداث أولها طبعا أكيد أولادنا وبناتنا في هذا اليوم في استقبال اختبرات نصف العام وبالتالي نجد أيضا ماذا عن أجواء هذه الاختبرات في الإجراءات الاحترازية وهذه نقول المظلة الطبية الوقائية والتي تحرص عليها وزارة الصحة والكثير من الهيئات المعنية وزارة التربية والتعليم أيضا في هذا الأمر ماذا عن هذه الرؤية ونأتي أيضا من خلال هذه الجولة ومن خلال أستاذ عادل البنة الدكتور عادل البنة وهو أستاذ التربية النوعية بجماعة القاهرة يتحدث معنا عن الكثير من القضايا الهمة وهي الرؤية البصرية أو الهوية البصرية ماذا عن هذا المشروع الذي قام به بعض الشباب منذ أكثر من خمس سنوات وماذا عن أهمية هذا المشروع والهوية البصرية معناها مفهومها ومقصودها وبالتالي يكون لها تأثير وباعة قوي جدا جدا في العملية التسويقية والترويجية للسياحة المصرية وهذا بتشجيع وبدعم سيدة رئيسة الفتاح السيسي نخرج لهذا الفصل ونبدأ هذه الحلقة من هذه الجولة من فقراتنا إن شاء الله تساعدوا بيها ونسمع أخبار جديدة ونتفهم ماذا عن هذه الأحداث وماذا عن هذه المشروعات التي تقوم الدولة بدعمها للارتقاء بالمستوى السياحي أيضا وبالتالي العملية التنموية والاستواتيجية التنموية لهذه القارة ولبلدنا الحبيب نخرج لهذا الفصل ونعود لحضراتكم مرة أخرى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر